هروح الى اعلام اداب طنطة عادة طلبة اعلام بيعملوا مشروعات تخرج اللي يعمل مجلة اللي يعمل برنامج ازاعي بسيط قصير لكن فجئني طلاب الاعلام بكلية اداب جمع الطنطة بحاجة جميلة قوي قرروا انه هم يشوفوا تأثير مشروع قومي على اهالي القرى اللي بيطبق فيه هذا المشروع فاختروا مشروع قومي اللي هو حياة كريمة الطلبة دول فيه كلية اداب طنطة يعني محافظة القربية فراحوا جايبين قائمة بالقرى اللي طبقت فيها حياة كريمة وجدوا ايه بقى؟ وجدوا ان مشروع حياة كريمة اتطبق في 54 قرية بمركز زفدة بتكلفة تزيد على 4 مليارات جنيه رصدوا المشروع وسألوا اهالي القرى دي اخبار المشروع ايه؟ اتعملوكوا ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ ثم قرروا يوسقوا ده في فيلم وصائقي سموه 180 درجة بمعنى ان حياة اهالي القرى اتغيرت 180 درجة طبعا كان في محكمين من اعلاميين مشاهير والكلام ده انا ببعد تحية لطلاب اعلام طنطة وباشكر كمان الدكتور ابراهيم طلبة المجرف العام على قسم الاعلام ووكيله كلية لشؤون خدمة المجتمع وسعدهم ايضا الدكتور يعني ممدوح اللي هو عميد الكلية الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الاداب وايضا المشروع وصل لرئيس الجامعة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطة اللي بنجده النهاردة بتكريم هؤلاء الطلبة اه انتاج الفيلم الوسائقي قاعد ثلاث شهور عملوا فيه خمسة وعشرين زيارة ميدانية نفذوا تسع لقاءات مع القيادات والكلام ده فتحية للشباب على هذا المجهود واتمنى يعرض الفيلم في بعض المنصات الاعلامية يعني ويتم تكريم هؤلاء الطلبة شافوا مشروع قومي قالوا طب ما ننزل نشوف ايه الواقع وايه الحقيقة يعني اتمنى من الدكتور رئيس الجامعة وعميد كلية اداب دكتور ممدوح المصري يقرموا الابناء دون كلام ده حصل طبعا من حوالي شهرين بس انا لسه قاري عنه دلوقتي